الآن الغضية هذي بسيطة. حط لك كشف تقول فلان وفلان 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 هذولي مع المؤمنين. فلان وفلان 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 هذولي مع الكافرين. فلان وفلان وفلان هذولي منافقين ظاهرين بقيين النفاق ها. والتقيت في خالد مشعل بالعربي. انت في خاطر الكلام. شو نسوي. لو نتكلم كلما شبت علينا المحاكم. لا سأل الله. ولا والله. احيانا حاولت لا بالله عليها. حياك الله يبو علي. حياك الله. الله يسلمك. شكرا على قول هذه الدعوة. الله يطول. وعلي هل تستطيع او يستطيع جيش الاحتلال ان يقاوم الحركة العنيفة من المقاومة الفلسطينية بشكل عام بقيادة حماس؟ لو كانت اسرائيل تلتزم بقواعد الحرب ما تقدر اندشها غزة اطلاقا لكن اسرائيل اتبعت سياسة الارض المحروقة والارض المحروقة هي تدمر كل محور تقدم جيشها تمهين على الارض حتى اذا تقدم جيشها يتقدم على يعني مناطق مدمر الهدمير كامل سواء كان يموتون الجنود اللي بالخنادق واللي بالانفاق واللي في الملاجئ واللي في السواتر وبعدين يتقدمون هذه الحرب يعني مهي حرب تغليدية هذه حرب ابادة وهم يعتقدون ان عن طريق اسلوب الحرب الابادة يستطيعون ان يحققون انجاز في غزة العقلية الاسرائيلية بدأت ونشأت بالابادة فمذبحت دير ياسين ومذبحت دير البلاح ومذبحت مدرسة بحر البغار كل مكان ماشيين فيهم يذبحون على اساس يحققون الصدمة وارهاب الناس وتهاجر الناس عن مدنها وقراها ومساكنها في غزة الابر مختلف في غزة الشعب الفلسطيني الان ما يعتمد على جيوش عربية تتحكم في مصيره وهي تخسر المعركة وبالتالي هو يخسر معها لا الان حماس بنت قوتها من يعني من ستة وثمانين تقريبا بنت قوتها بحيث هي تقاتل العدو ولا تبي جيش عربي ولا تبي يعني أي مدد من الخارج هي اعتمدت على نفسها بال المقاومة الشديدة اللي حصلت في غزة أجبرت جيش الاحتلال على أن يطلع من غزة ويخلي غزة لهلها وانسحاب الاسرائيليين من غزة كان سبب الخسائر سبب الرعب اللي يعيشه في الجيش الاسرائيلي داخل غزة فقال يا أخي نطلع من المكان هذا ونعيش براحتنا وفككوا مستوطناتهم داخل غزة كانت عندهم مستوطنات ممكن عندهم مستوطنات مستوطنات داخل غزة فككوها وطلعوا هنا بسبب الخسائر والرعب اللي سببتها لهم حماس حركة المقاومة الإسلامية الآن الموقف مختلف جدا حماس أصبحت عندها خبرة عسكرية منافسة للخبرة العسكرية الإسرائيلية وأصبح جنودها مدربين تدريب يكافئ التدريب القوات الخاصة الإسرائيلية ولأن مغلق القطاع عليهم هم صنعوا أسلحتهم أكبر إنجاز في هذا الحرب قاذف القسام 105 قاذف القسام 105 يحيد عمل الدبابات ويوقع خسائر فيها كثيرة طبيعي لو كان عندهم الصاروخ الكورنت أو الصوريخ المضاد للدبابات كان رح يكون عم بوضعهم أحسن لكن صواريخ الكورنت هي مجموعة بسيطة جدا يعني استهلكتها غزة خلال السنوات الطويلة الآن الصاروخ الكورنت ما يصلح داخل المدن يصلح في المنطقة المفتوحة ومستخدمها في المنطقة المفتوحة بكفاعة ودمروا 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 الآن داخل المدن والقتال يدور داخل بيت لاهية وبيت حانون وداخل قطاع غزة ومخيم الشاطئ فالقذائف اللي ابتكرها الفلسطينيين الحمساويين استطاعت أن تؤدي دورها بكفاءة أكثر مما أنا كنت أتوقعها عسكريا عسكريا احنا عندنا الار بي جي سفن الار بي جي سفن فيه أنواع طبعا يعني منها فيه مضاد الدبابة الدروع فيه مضاد الأفراد المضاد الدروع قدرة اختراقه للدروع الحديثة محدودة لكن القدسام الياسين 105 القاذف اللي هم صنعوه في غزة داخل غزة في كل أجزاء القاذف عبارة عن الحشوة الصاروخية اللي تدفع الصاروخ أو المغذوف وبادئ الإشعال الكابسولة اللي يضغط عليها ويطلع وجسم المغذوف الأول اللي هو الحشوة المجوة الجوفاء الأولى بعدين الجسم الثاني اللي الحشوة اللي أصغر هذه عمل مؤقت هذه تصنيع مؤقت استطاع القسام إنه يصنعون الانفجار على مرحلتين بحيث يحقق الاختراق الدروح مهما كانت واتضح إنه أنها يعني دعاية الميركافة أصبحت الميركافة علبة ساردين تتفجر وكأنها يعني منشينكو ها؟ وأصبحت الميركافة الفخر الدفاع السلاح الإسرائيلي لا تحمي الجنود ولا تؤد منهم الحماية اللازمة كانت إسرائيل تسوق ميركافة باعتبارها أنها أكثر دبابة لها حماية للطاقم في العالم لكن أصبحت الميركافة الآن تنفجر وكأنها العاب نارية ميركافة واحد ميركافة اثنين ميركافة ثلاثة والآن اللي تستخدمها الجيش الإسرائيلي ميركافة أربعة الميركافة أربعة تدمرت وإسرائيل ما هي لاحقة تعوض الميركافة أربعة فردت على الميركافة ثلاثة اللي هي أصلا حطتها بالسكراب وطلعت منهم أكثر من كتيبة الآن تأخذها من السكراب وتسوي جيش احتياط وتعوض الخسائر اللي تعرضت لها في غزة فأصبحت إسرائيل الآن في ورطة ورطة حقيقية أنه سلاحه غير قادر على الصمود أمام بنادك غزة وغواذفهم الياسين خمسة لا زالت حماس عندها مخزونها من الإنتاج فالغذيفة الفدائي اللي يتقدم ويحطها على الدبابة شكل ما شفناها وتنفجر الدبابة وكأنها يعني ألعاب نارية هذه الغذائف حققت إنجاز وحققت تماس مباشر من مسافة صفر بين الأبطال القسام والدبابات الإسرائيلية هل ستنتصر حماس في هذه المعركة أنا كإنسان مؤمن أعلم أن مهما اختلف التوازن في ميزان القوة إذا كان الإنسان مؤمن بقضيته ويتوكل على الله حسن توكله ويكون صادق النية لله الله عز وجل يقول أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الله عز وجل عندما كلفنا بالقتال قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا الله عز وجل كتب علينا القتال وجعل التكليف مالنا في حدود الاستطاعة وأعدوا لهم ما استطعتهم ما قال وأعدوا لهم قوة أكبر من قوتهم لأن المسلمين عمرهم مقاتلوا جيش كنهم أقوى منا وأعدوا لهم ما استطعتم الاستطاعة طيب مدام حنا عند لنا الاستطاعة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به أعدو الله وأدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الآن ظهر عندنا يعني حنا على باننا المنافقين كانوا بس بالمدينة الآن المنافقين يعيشون بيننا وأصبحوا يعني جزء من النسيج الاجتماعي هذا مؤمن وهذا كافر وهذا منافق تمايزت يعني وما كان الله ليذر المؤمنين على ما ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب الآن تمايزت الناس الآن الغضية هذه بسيطة حطك كشف تقول فلان وفلان 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 هذولي مع المؤمنين فلان وفلان 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 هذولي مع الكافرين فلان وفلان وفلان هذولي منافقين ظاهري بقيين النفاق يعني فبالتالي ميزة الحرب هذه أنها فرزت المجتمع الغربي مجتمع الغربي أحلى شيء طلع عنا مجتمع بداي متوحش ليس لديه أي ذرة من القيم وليس لديه أي ذرة من الأخلاق وكل ما يقوله عن الحضارة الغربية كان خدعه وهو كذاب وهم ناس متوحشين وهم ناس بدائيين وهم ناس عدمي الأخلاق وعدمي الضمير وهم ناس كذابين وحوش هذا المجتمع الغربي اللي ظهر فيه الحكومات الغربية الدول السبع الكبرى بالذات هناك دول استنكرت هذا الأمر لكن يعني الدول السبع الكبرى هبت هبت رجل واحد في سبيل دعم ويجعل إسرائيل تقف على رجليها يعني جميع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات زاروا غزة زاروا إسرائيل في خلال ثلاث أيام وثاني يوم كان وقادة الجيش الإسرائيل الأمريكي في إسرائيل لدعم الموقف الأمريكي إسرائيلي إسرائيل كانت تنهار إسرائيل قادت يعني ثمان ساعات فاقد التوازن فاقد التوازن ليس لها أي قدر على أي حركة ثمان ساعات في بداية الثورة بداية الحرس في سبع أكتوبر في سبع أكتوبر إسرائيل كانت فاقد التوازن تماما الغسام يروحون يركبون سيارات ويأخذون سيارات إجرة ويروحون من مستوطنة إلى مستوطنة ولا حد قادر يوقفهم ولا حد قادر يتعاملهم يدشون على المعسكرات يدشون على القواعد يدشون على القادة الجيش الإسرائيلي ويأخذونهم يعني كأنهم استولوا على كل شيء بعد ثمان ساعات هزتهم أمريكا الله يقرب بيتكم شو سير معاكم على ما يقولون فبدأوا يترمون خذوا القسام أنهم مهمتهم ونسحبوا بعد ما نسحب القسام دخل الجيش الإسرائيلي ما كانت هناك معارك طاحنة بين الجيش الإسرائيلي والقسام أثناء الهجوم أطلاقا كان الجيش الإسرائيلي ينحاش كأنهم في إيران ما عندهم أي قدرة على المواجهة بعد ثمان سحبوا القسام أخذوا اللي يبون ودشوا على معسكرات الجيش أخذوا خرائطهم وأخذوا معداتهم ودشوا على معسكرات الاستخبارات وأخذوا كميوتراتهم وأخذوا أعمالهم وأخذوا على كل شيء هنا بعد ذلك ودشوا حق غزة مرة ثانية وأخذوا الأسرة وأخذوا اللي معاهم هنا دشوا الجيش الإسرائيلي وكان يعني يقتل بعض بعض كل واحد يقول هذا قسر حماس 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 ويذبح بعضهم بعض وبعض المناطق قاعدة وثلاث أيام هذا الشوية ما فيها أحد ومكثروا شدة الخوف هذه في الحادثة الأخيرة حادثة الأخيرة 7 أكتوبر ثلاثة أيام المنطقة ما فيها أحد وجيش الإسرائيلي خالف يدش واقفين برا ويتعازمون ندش ولا ما ندش خايفين إنه واحد من خماس داخل واحد من خماس داخل داخل هذه فبالتالي الهركة اللي قامت فيها حماس كشفت عورة إسرائيل ما عادت إسرائيل يعني دولة ذات سيادة ولا عادت إسرائيل دولة تستطيع أن تدافع عن نفسها انهارت في دقيقة واحدة هذا من منظور عسكري مبالي طبعا منظور عسكري ومضوع سياسي ومضوع استراتيجي منظور أمني كل هذا الأمر واضح إسرائيل انهارت حماس ما كان يتوقعون هذا النجاح حماس ما كان يتوقعون خططوا سووا كل شي حتى يحققون الهدف والغاية بس ما كان يتوقعون دولة انهار دولة انهارت إسرائيل انهارت حماس من أجل السرية استخدموا فقط ألف يعني مقاتل ألف مقاتل غير كافي إنهم يحتلون مساحة أربعين كيلو بالعمق وأربعين كيلو بالعرض يعني تقريبا أربعمائة كيلو محتلين ألف واربعمائة كيلو احتلوها حماس في هجمتهم الأخيرة هذه طيب مربع طيب إيش الآن المنخف طبعا لما استعادت إسرائيل توازنها وجاهم بايدن بكل الحكومة الأمريكية ونزل عندهم قوموا لعبوا خيركم أخلكم رياجية دافعوا عن بلدكم سووا كذا سووا كذا وفتح لهم الخزائل الأمريكية أربعة عشر مليار فورا وجسر جوي وقذائف على كيفك واذبح لا تسأل أنت مدعو من أمريكا اذبح وامسح لحده بس المهم بوقف على رجولك لا تنهار بدأ يقصف عدد القذائف المتفجرات اللي استخدمها في غزة تعادل ثلاث قنابل ذرية الآن ثلاث قنابل ذرية من اللي قبط على هوروشيما واستسلمت اليابان هو قبط على غزة الآن والغزاويين يطلعون من تحت الأنقاض ابنه معاه ميت يقول فداء ليت يا غزة ولا اهتزت شعره والجبهة الداخلية الفلسطينية أقوى مما كانت عليه قبل الحرب على كل الخسائر وعلى كل الظلم وعلى كل المشاكل بالتالي شنو صحير لذلك في سبيل إنه ما تنهار إسرائيل وتؤدي دورها المطلوب منها في المنطقة دعمت كل رؤساء الدول السبع الكبرى جووا لإسرائيل وفتحوا لها يعني كل شيء يعني أمريكا دزت حاملتين طائرات وهو صنوية وأربعة عش بارجة بريطانيا دزت بارجتين فرنسا دزت حاملت طائرات وبارجتين خير إن شاء الله حق حماس حماس ما عندهم يعني طلغة حق دفاع جوي ما عندهم أي شيء ولا عندهم غير أسلحة خفيفة يعني الياسين 105 اللي دمرت الدبابات الإسرائيلية وخلتها يعني يعني العب نارية من انفجاراتها هذه مدات تقريباً يعني 150 متر بس 150 متر هذا حدة مو تقولي والله طيران ومدفعية وهذا الوقت معهم كل ترسانة وخلصت ترسانة إسرائيل من القنابل الموجهة خلصت قامت أمريكا وانقلت لها مخصول الجيش الأمريكي تدزة بس وقف الناس هذه لا يجونك لا يتفضحنا قم وقف خليك على هذا وييرمون بشكل هستيري ومع ذلك الشعب صامت الحاضن الشعبية صامدة معناه هذا ايش معناه؟ معناه ان الناس وصلين إلى درجة يا نكون او لا نكون طيب الى وين راح توصل؟ انا اسأل الله ان يستطيعون الثوار المجاهدين ان يوقعون يزيدون القتل يذخنون القتل في العدوم حتى لا يستطيع ان يتقدم العدو الآن يتقدم يعني بالخمس ايام مية متر بعد ما يكون دك المنطقة اللي فيها المية متر هذي بكل صواريخ امريكا وروسيا او امريكا وبريطانيا ودول اوروبا فهذه اذا استمرت العملية بالطريقة هذه لا تكون مهلكة حتى على اكبر من ما تقولي روسيا واوكرانيا اوكرانيا بلد بلد طولة الفين كيلو ما عطوهم ربع اللي عطوا الاسرائيليين من الذخيلة ربع معنا ذلك ابو عالية وجود اسرائيل في المنطقة هو دعم خالص لأوروبا وامريكا شوف لدعم مصالح انا نظريتي في تفسير هذا الامور في طول امد النزاع العربي الاسرائيلي كان الذي يقف موقف كامل مع اسرائيل هي امريكا الدرجة الثانية بريطانيا الدرجة اقل من امريكا لكن اليابان ما هي مع اسرائيل ايطاليا ما هي مع اسرائيل المانيا موقفها موارب يعني مو اعلان واضح وليس يعني بالعكس كانت الاشتراكية الدولية ايام يعني المستشار شولتس في المانيا يعني كانوا اقرب الى الموقف العربي منهم الى الموقف الاسرائيلي هم التشميث ومجموعته فا بس المرة هذه لا المرة هذه موقف امريكا وموقف اليابان واحد هو دعم اسرائيل في قتل الفلسطينيين لابعد مدى ليش شنو صاير يعني هذولي مسيحيين غربيين انتم يا عبدة الاوثان اللي في اليابان اساطير اليابانية ما لكم علاقة بالدين المسيحي شنو الموقف اللي جالد جذبكم هالصورة هذه واصبحتوا متطرفين اكثر من يعني الدول الاخرى الواقع هو كان مؤتمر الدول السبع الكبرى اللي عقد السنة الماضية السنة الماضية عقد مؤتمر الدول السبع الكبرى وحطوا خطة بأن العدو في المرحلة القادمة هو الصين والصين تستمد كل بترولها من الخليج يعني سبعين بالمئة من البترول الصين من الخليج وهم حطين ببالهم انه خلال ثلاث سنوات او خلال اربع سنوات تصير هناك يعني حرب اكثر حدة مع الصين بحيث يركعون الصين او يجعلون الصين دولة يعني فاشلة فهذا ما يصير مدام الخليج ينتج نفط ويبيع للصين طيب شنو اللي يخلي حنا الخليج ما يبيع للصين لما يكون قرار الخليج مبيدهم الخليج حياته ان يبيع للصين اوروبا ما تاخذ اللي تاخذها الصين الصين هي تاخذ نص الانتاج العالمي حق النفط فالخليج ما تعوضه اوروبا من النفط ولا يقدر ما يبيع للصين اللي يخليه ما يبيع للصين لما يكون الخليج تحت الحكم المباشر الغربي شلون يصير الخليج تحت الحكم المباشر الغربي بدون عن طريق التطبيع ودخول الصين وتجنيس الاسرائيل وتجنيس الاسرائيليين منح الاسرائيل الجناسي في بعض الدول الخليج وزيادة التطبيع ومحاربة حماس ومحاربة القوى الاسلامية وقتل الاسلاميين في كل مكان خاصة الاسلاميين اللي عندهم فكر جهادي مثل فكر الاخوان المسلمين والصولية السلفية الجهادية يقتلونهم في وينما كانوا يقتلونهم بالسجن يقتلون السشوخ الدين بالسجون يصفون المجتمعات الخليجية والمجتمعات العربية من كل مظاهر اللي تمنع التمدد الاسرائيلي بعد ذلك تحتل اسرائيل الخليج كله ما عد فيه قوة أصبح خاضع للهيمنة والمخابرات والقدرات الاسرائيل الكبيرة جدا في السيطرة على الشعوب على الدول فإذا احتلت اسرائيل الخليج وهذا ما كان يحذرني منه رحمة الله عليه الشيخ صباح كان يقول يا ناصر العدو الأول للكويت هي اسرائيل قال هلي في يناير ألفين وتسعة رحمة الله يا ناصر العدو الأول مو إيران والعدو الأول مو العراق العدو الأول إسرائيل ترى إسرائيل جيتكم جيتكم ولن تقف إسرائيل إلا في رأس السالمية بهاللفظ هذا لن تقف إسرائيل إلا في رأس السالمية فاحذروا من التقارب مع إسرائيل لذلك كان موقف الكويت رافض تماماً أي تقارب مع إسرائيل ولا رأى أنه نبي نفتح أي باب من أباب التقارب مع إسرائيل وشفتوا أنتم يعني موقف الكويت في المحافل الدولية وموقف مرزوق الغانم وموقف الرئيس السعدون نحن موقفنا الشعبي والرسمي وأسرة الحكم رافضين تماماً للتقارب مع إسرائيل إلا إحنا عارفين أن إسرائيل جيتنا وتحتل أرضنا إذا إحنا فتحنا له الباب كان أمس موقف حتى السيد أحمد السعدون في إعتراض هذا موقف حقيقي إحنا مو موقف استعراضي موقف الكويت من قضية إسرائيل إحنا أوضح دول الخليج رؤية للخطر الخطر مو الخليج أوضح الدول العرب رؤية للخطر الإسرائيلي إسرائيل خطر حقيقي وخطر وجودي علينا فإحنا ما نريد أن نفتح الباب لها تقعد بره كل واحد يتحمل مسؤوليته التاريخية لذلك الدول الكبرى اتخذت قرار دعم إسرائيل في التمدد داخل دول الخليج والجزيرة العربية بشكل عام حتى العراق فعلى أساس أن المرحلة القادمة تسقط الأنظمة العخليجية واحد وراء الثاني بيد إسرائيل والصبح إسرائيل هي القوة المهيمنة في الجزيرة العربية وعلى نفط الجزيرة العربية أو تخلق عصر مثل أبو مازن تخلق واحد من أسر الحاكمة في كل بلد تحط لها واحد من أسر الحاكمة ناس أبو مازن يعني عميل وتابع لإسرائيل تقول له يمين يمين يسار يسار ما يسوي أكثر من شديد فكانت هذه الخطة الدول السبع الكبرى ويجهزون إسرائيل للمرحلة هذه وبالتالي كانوا حاطين خطة القضاء على حماس القضاء على حماس عن طريق أنه يدفعون فلوس عن طريق دحلان ودحلان يكون مجموعة داخل غزة عن طريق الفلوس والمساعدات وعن عمل المساعدة أنا أبقى أبني بيت حق المواطنين الفلسطينيين تمنعوني ما هل يقدر يمنعه بس لما يبني البيت هذا أخذ الشعب اللي حواليه كلهم ووظفهم وعطاهم فلوس وعطاهم مساعدات منين هذه كلها فلوس مدعوم من خارج من الدول اللي قاعدة تسعى لإسقاط حماس حتى إذا كانت قوة مجموعة دحلان قوة في أي انتخابات قادمة زين تصد حكومة حماس ويستولون على غزة ويتنتهي يقضون بعدين يمسكون مثل ما سوى أبو مازن في الضوفة الغربية اعتقل كل ربع حماس واعتقل كل المجام قاومين هو نفس الشهيدة حلان يعتقل الناس هذه كلها ويصير عبارة عن مستوطنة إسرائيلية فكانت هذه الخطة والخطة أنه يعني التقارب الوحدة الفلسطينية والوحدة الفلسطينية وهذاك يشتغل من تحت الطاولة توضيع عمل شركات وتوضيع فلسطينيين بالشركات هذه ودفع فلوس لهم وتعرف الفلسطيني ما عنده مكان غير غزة ما عنده مكان يقدر يطلع منه غير غزة فبالتالي يعني إذا تعطيني فلوس أعيش الحياة في غزة جحيم 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 حقيقي يعني والفلوس هي عصب الحياة فإذا تحصل مورد مالي يعطيك أنت خلاص تخضى قصفاً عنك لذلك لما حماس كانت واعية واعية لكل الخطة هذه وقررت أنها تقوم بهذا العمل بس متى هي مخططة حق هذا العمل هي مخططة حق هذا العمل من ثلاث سنوات على الأقل من ثلاث سنوات كانت مخطط حق هذا العمل خزنت صواريخ كثير خزنت مواد تصنيع كثير أصنعت قذائف القسام أو الياسين بشكل مناسب واستعدت لمثل هذا اليوم في سبيل هذا الأمر شفنا حماس لما كانت الجهاد الإسلامي زين يعني تحت ضغط من إيران تقول اطلقوا صواريخ على على إسرائيل عشان إسرائيل تلتهي بالجهاد الإسلامي وما يطقون إيران حماس ما شتركت اشتحوا حماس لهذه الدرجة خايفين يا حماس الجهاد الإسلامي يرمو وما قواح نأيد الجهاد الإسلامي وندعم الجهاد الإسلامي في الحرب وندعم كذا بس ما ما دشوه الحرب معها والجهاد الإسلامي يقول لك حماس ليس ليس ما دشوه معنا حنا قاعدين نرميك أنت بدأت الحرب بدون ما تشاورنا إحنا معاك ما نخذلك إحنا معاك وطلق صارق هذا الصواريخ ونطلقهم بس ما ندشر ما نفتحها ليش لأن عندهم حربهم اللي قاعد يعدونها عندهم العملية الشبيرة هذه ما يضيعونها في عمليات هذه قاموا في ناس مجموعة من ربع دحلان كانوا يبون يثورون الأزمة فاطلقوا صواريخ من داخل غزة على إسرائيل حتى يعني يهرجون حماس وحماس الدش معاهم وإسرائيل ترمي وقال أخي هذا كذا مسكتهم حماس قالت يقعدوا خلقهم رياجيل ولا ترمون بعدين حماس لأن العصب الأساسي في المال كان يجيها من إيران فتشوف مجموعات من حماس من قادة حماس يزورون إيران ويبون يضمنون أن إيران ستوقف معهم في الحرب الجاية يزورون إيران والمرشد الثورة واللي من يعرف شلون والكذا 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 يغازلونهم غازل آمنا بالله مو بس جديه لأنهم يخططون حق العملية هذه وعلى أساس يفتحون الجبهة السورية حرب رح تصير هذه ملعب فراحوا حق الأسد ورجعوا علاقتهم مع الأسد وقالوا الأسد يعني مناضل وأن سوريا تعتبر من جبهة من جبهات النضال كذا إلى آخره حسنا قلنا شلون شلون هذا الإنسان قتل شعبة وهذا الإنسان كذا هم يحسبون حساب أنه يعني يفتحوا لهم الباب لهم في ناس من حماس في سوريا بحيث أنه يبون الأسد يفتح لهم الباب حتى يجيشون من عند سوريا وتصير من عدة جبهات حسنوا علاقتهم مع المصريين ما أساءوا للمصريين إطلاقا لأن مصريين محاصرتهم حسنوا علاقتهم مع الملك عبد الله مع أن الملك عبد الله ما فتح لهم أي باب مع الضفة الغربية حسنوا علاقتهم حتى مع أبو مازن ما يسبونا ما يقولوا لشيء الرئيس أبو مازن والرئيس أبو مازن واختنا في فتح واختنا في فتح أبون إذا صارت الثورة كل الشعب يقوم لكن يشاء الله عز وجل أن يميز الخبيث من الطيب فلما قرروا أنهم يهجمون بالساعة هذه ما كان أحد يعرف ولا واحد من حلفائهم يدري عن الساعة هذه الساعة هذه يعني العملية هذه قوتها وإبداعها في السرية اللي صارت فيها درجة السرية المطلقة ما يقولون الفلسطينيين خوانة وين الخوانة الآن ولا أحد قدر يشوف حشد ألف مقاتل ألف مقاتل يحشدوا وفجأة وإلا هم داشين داخل حدود فلسطين ثمانية وأربعين ويحتلوا مساحة أربعين كيلو في أربعين كيلو ويا سلام سلم ها وأسروا القيادات ودشوا على المعسكرات وكان معهم خرارة تفصيلية كانوا جامعين معلومات وعملهم كان جبار طيب الآن وينك يا سيد حسن نصر الله ما جاء أمر من إيران معلوم معلوم إن حزب الله في لبنان هو عبارة عن أداة إيرانية هو يقول حسن نصر الله نحن نأتمر بأمر المرشد وبالتالي المرشد الآن ما هي معركته هذه طيب وين فيلغ القدس فيلغ القدس قاعد يحارب في كاربلة ويحارب في شمال العراق ويحارب في سوريا طيب هذي قدس جدامك لا هذي فيها كتل ما مروح طيب فالله سبحانه وتعالى كشف كل القوة التي تدعي مناصرة الغضية الفلسطينية فهذه إيران انكشفت هذا حزب الله انكشف هذه فيلغ القدس أصبح ولا قدس ولا حاجة خلي يسمونها فيلغ كاربلة ولا فيلغ نجف ولا أي فيلغ يسمونها زين هذه يعني القوة بسوريا ولا سوريا بطوكها حين نضرب ألاك يضربون غزة وهذا يضرب إدلب هي هي فرصة أضرب ونضرب هذا يضرب إدلب أهل إدلب أهل سوريا الشعب السوري لأن هذا قاعد يقول حق إسرائيل أنا اللي أدي لكم المهمة أحسن أداء حافظ الأسق هذا وبالتالي الحركة اللي صالت هذه ميزت العالم وفرزتها فرز فرز هذا منافق بين النفاق هذا كافر بين الكفر هذا مؤمن بين الإيمان ما عاد في كلام ثاني ما عاد في مجال وين اللي اللي يدعون ويدعو ماكم أحد يدعي بدت حماس اللي وقف مع حماس الجهاد الجهاد الإسلامي وقفوا مع حماس بس هم ما كانوا يعرفون ولا لهم علاقة في العملية من أول إلى آخر واللي صار كل ما عندهم خبر عنه وزعلوا وزعلوا يعني شون تخططون وتسوون ومن دون ما تهرجون بالغضية هذه ما نقدر نقول لكم هذه عملية يا تصير ناجحة يا تصير فاشلة من أول يوم النجاح اللي حقيقته كسرت إسرائيل كسر ما عاد في إسرائيل الآن دولة العظمى أصبحت إسرائيل المهددة بالزوال والعالم كله قاعد يهب لنجدة إسرائيل من الزوال وكل العالم يقول عد التنازل للكيان الصهيوني هذا بدأ بالنزول إذن الحركة هذه لو ما فيها إلا هذا هذا كان كافي كافي تماما أننا كسرنا يعني هيبة إسرائيل واحترام إسرائيل أمام العالم العالم ما عاد يختلف إسرائيل هذه عالة على الإنسانية عالة على البشرية عالة على الأخلاق عالة على الحضارة هذول الناس متوحشين بدائيين يقتلون ناس وأطفال وكذا القسامي يهجبونهم بالدبابات وهذول يهجبونهم بالطيارات على المدنيين ويقصفون المدنيين ويتضبون مستشفيات والمدارس وهيئات الأمم المتحدة وبالتالي نحن الآن أمام مفصل تاريخي أنا شبهته أن هذه صفحة من صفحات الصراع كانت أول صفحات الصراع على الصراع العربي الإسرائيلي لما قامت دولة إسرائيل في 48 كانوا الجيوش العربية عبارة عن يعني ناس مهم مقدة الحدث والإسرائيلية كانوا مستعدين في حرب 56 يعني الجيوش العربية كانت يعني خردة ولكن المقاومة الشعبية في السويس وفي بورسعيد ويعني هي اللي أصمدت في وجه الاحتلال الفرنسي والبريطاني وإسرائيل احتلت سينة بيوم واحد والجيش المصري ما قدر يسوي شي في 67 ومأساة 67 يعني العام اللي كان في 67 كان مأساة كبيرة جدا أنا عشتها عدل يعني وكنت واعيها بكل أبعادها النفسية انصدمنا وعشنا في صدمة وعشنا في إحباط وصبع عندنا يعني عدم إيمان بقدرة العرب على مواجهة إسرائيل في 73 كان هناك أمل وكان هناك عمل وكان هناك عمل منظم وعمل احترافي لكن في النهاية يعني عدم الالتزام بقواعد الحرب أحبطت كل النجاح وأصبح الجيش الثالث المصري محاصر لكن أخذنا يعني أمل عبرنا قناة السويس ولازم نعترف فيها الحرب الاستنزاف كانت هناك يعني حرب استنزاف بين العرب وإسرائيل وتحقق للعرب كثير من الإنجازات في حرب الاستنزاف وأثبتوا وجودهم مهما كانت يعني النتائج بعد 73 ماتت القضية الفلسطينية بالتفاقية كام ديفيد وتسارع العرب وتوقيع التفاقيات ثنائية مع إسرائيل ومصر وبعدين الأردن بعدين منظمة التحرير ها وبدت تنهار القضية الفلسطينية شيئا فشيئا وتحولت قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى حرص مستعمرات يحرصون المستعمرات الإسرائيلية وهم فلسطينيين يحرصون يعني يسهرون على أمن إسرائيل أكثر من عمل يعني بعد فغيات أوسلو أصبحوا يعني هم حرص للمستعمرات الإسرائيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية لما نشعت حركة حماس في غزة على يد رحمة الله الشيخ أحمد ياسين وأسسها تأسست على فكرة جهادية كانت منظمة التحرير كانت تقول أول الثورة حتى النصر فما في حماس في منظمات فلسطينية فتح وجبه الشعبية وجبه من الفيش وكلام فاضي هذا كله لكن لما أعلنوا بأن السلام أصبح خيار استراتيجي هذا الأمر ما يصلح عند فكر أحمد ياسين السلام ما هو خيار استراتيجي مع إسرائيل القتال خيار استراتيجي مع إسرائيل المقاومة خيار استراتيجي مع إسرائيل وهذا فكر الأخوان هذا حقيقة يعني الأخوان يعرفون أنه ما فيه سلام مع إسرائيل فيه قتال من 48 هم يقاتلون إسرائيل واستمروا في القتال معهم ودخلوا السجون كلها بسبت على على حساب إسرائيل فأحمد ياسين وهو رجل من الأخوان يعني هم تعلم وتتربي وفكرة فكرة أخوان أسس حركة حماس على أساس أن المقاومة هي الخيار والاستراتيجي واستطاع من تصف من بداية الثمانينات إلى أن قامت حركة حماس ونجحت بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وأصبحت هي رئيس الوزراء الفلسطيني كان إسماعيل هنية طبعا ميسير إسماعيل هنية رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس منظمة رئيس منظمة حماس هو هو الرئيس ووزراء إسرائيل فشلت كل خطط السلام مع إسرائيل أو تصفية القضية الفلسطينية فعملوا عليه يحاولوا يسوين الإنقلاب عليه ويعزلونه وطبعا خلاص ماكوا هذا مستسلم وهذا مقام مجاهد هالمجاهد شاتهم وطلعهم بره في المعادلة من حماس صارت الضفة الغربية تحت يد فتح ومنظمة التحرير وأصبحت حماس تدير غزة لما بدت تدير غزة حماس بدت تبني قوتها الذاتية والقصة معروفة إلى أن وصلنا العملية التي وصلناها الآن كيف ستتطور الأحوال الأمور أنا على يقين أن الله عز وجل سينصرهم بس ما أعرف هل سينتصرهم بهذه الحرب أم بحرب براها علم عند الله عز وجل ومآل هذه هذه الحرب شوف يعني إذا استطاعت حماس رفع وطيرة الخسائر في العدو يعني زيادة عن الوطيرة الحالية يعني 20% الآن قاعد يوقعون تقريبا 24 آلية باليوم لاحن النبيهم يوقعون 40% باليوم 40 آلية باليوم إذا استطاعت حماس أن توقع 40 آلية باليوم وتقتل وتجرح أكثر من 120 عسكري باليوم إسرائيل ما تصمت وقصبنا أنها لا تخضع قصب أنها لا تخضع اليوم حماس رفعت المهدل وصلت تقريبا 40 اليوم فكون توصل حافة الأربعين يعني عندها قدرة تزيد إذا زادت حماس نسبة إصاباتها بالعدوم إلى 40 آلية باليوم وأمير عشرين فرد باليوم إسرائيل عشرة أيام ما تطول عشرة أيام ما تطول مضطرة بعدين تسوي هدنة إنسانية وبعدين هدنة يعني تكتيكية بعدين يعني مفاوضات وبعدين يستسلمون غصبا عنهم ولشروط حماس وإذا سوت حدنة الآن إذا حست في الخسائر وسوت هدنة أي هدنة الآن رح تكون مصالح حماس أول شي تعالج المسألة الإنسانية المأسال الإنسانية اللي تعيشها غزة الآن حماس كقوات عسكرية ما عندهم مشكلة حاسبين حساب الحرب وحاسبين كل شيء بس إحنا ما حسبنا حساب المستوى الإجرامي العالمي العالم كله قاعد يقتل المدنيين في غزة فعندنا نريد أن نخفف المأساة على المدنيين بس أما حماس ما تحتاج الهدنة عشان نفسها حماس كلما استمرت للحرب كلما استمرت صارت أقوى يعني بداية المعركة كانوا داشين وراحين كأنهم نزه الإسرائيليين بس الآن لا الآن ذبح فيهم ما عاد فيه مجال فراحين يخضعون الإسرائيليين غصب وأنا اليوم بعد ما رأيت أن زيادة وتيرة القتال عند حماس عرفت أن حماس رايحين باتجاه القتال فأي هدنة الآن بس نعطي وقود حق المستشفيات نخفف المأناع المدنيين المدنيين وأطفال ونساء فهذه يعني راح تكون مناسبة بالنسبة يعني في الوقت الحالي لكن هل س إسرائيل أعلنت أن خيار خيار صفري أزيل حماس هدف الحرب مالتها مو استعادة المخطوفين لا أزيل حماس وإزالة حماس سيؤدي إلى عودة المخطوفين مو أن مفاوضة مع حماس لعودة المخطوفين لا إزالة حماس فلما بدت بهالمستوى هذا وتحريض تحريض من أمريكا ومن بريطانيا ومن ألمانيا ومن فرنسا سيلوا حماس لأن يخرب مشروع الدول السبع الكبرى مشروع الدول السبع الكبرى جدام بعدين بعد خمس أين بعد سنين يكون حربهم مع الصين فهذا يخرب مشروع الدول السبع الكبرى وتصير بمنطقة الشراء أوسط حرة من دون إسرائيل العرب أحرار بس وجود إسرائيل كل الناس تشيخ علينا فحماس قاعدة تخرب المشروع هذا لذلك إذا صارت الحرب إذا صارت الهدنة إن شاء الله تعالى راح يكون المصلحة حماس وراح تستمر الحماس بس إذا بدأوا هدمه راح يستمروا بعده هدنة وراهدنة 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 إلى أن يصير تبادل الأسرة اللي هي كانت صار يتقلص أهداف الحرب حماس بدأت الحرب على أساس استعادة الأسرة وغف الهجوم على الأقصى كان الأقصى قاعد يساوله تقسيم مكاني وزماني فهذه من الشروط حماس طيب إذا ما إذا هذه شروط حماس فالآن حماس شاهدت أن قالوا لا ماكو تفاوض وقتل قتل استمر القتل فخلاص حماس راح تستمر بالقتل استمرار القتل راح يؤدي إلى النتيجة صحيحة مية بالمية انهيار دولة إسرائيل إذا بدأت تنهار دولة إسرائيل حماس ما راح توقف شاك توقف تواصل تحليل فلسطين هذا الواقع فلازم حماس تغير من أهداف الهدف السياسي للحرب الهدف السياسي للحرب كان تحرير الأسرة وحماية الأقصى الآن الهدف السياسي للحرب مدام منها معادلة صفرية خلاص الهدف السياسي للحرب هو تحرير دولة فلسطين فهذا يقتلني وأنا بحرر بلدي ويروح من هو يستطيع المطاولة طبعا راح يحصلون يعني خسائر كبيرة في المدنيين لكن ما راح تقدر إسرائيل تتحمل الخسائر الاقتصادية اللي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي منهار احتياط النقد الإسرائيلي فقد من بداية الحرب سبعة مليار من بداية الحرب سبعة مليار احتياط النقد الإسرائيلي جميع الشركات الإسرائيلية متعطلة جميع المدارس متعطلة جميع المصانع متعطلة القوة العاملة في إسرائيل ثلاثمية وستين ألف جندي احتياط ماخذينهم القوة العاملة في إسرائيل ومدينهم للجبهة ومع ذلك قاعدين دبكون فإسرائيل فقدت الأمل الشعب الإسرائيلي قاعد يقول أين رايحين أحنا شنو الدولة هذه اللي بحماس تسوي في نسوة هذه كلها فأنا أقول هذه مرحلة صفحة من صفحات القتال صفحة من صفحات الصراع مع الإسرائيليين نحن بإذن الله تعالى إذا الله عاننا ووفقنا ونصرنا زين ستكون هذه الصفحة بداية الصفحة اللي وراها خلاص ما في رجوع الصفحة اللي وراها التحرير وهذا اللي كان يقول الله يرحمه الشيخ أحمد ياسين لما قالوا له يعني متى راح تتحرر فلسطين راح يعرون أهلها وراح يتتحرر فلسطين سنة 2027 حين حين 2000 بعد شهر سنة 2024 بعد ثلاث سنوات يعني حسب معاد الشيخ أحمد ياسين تتحرر ماذا قالها كلام هذا قالها سنة سنة واحد وتسعين أو اثنين وتسعين يعني الأمر مخطط الله يعني هو كان يقول إسرائيل راح تستطط راح تنتهي إسرائيل في 2027 خلاص قالوا له ليش كانت تفسير الغران الله عز وجل فرض عليهم اتيه أربعين سنة يأتيه هنا في الأرض فلما راح زمن المجموعة اللي مع موسى الخرفانة هذه اللي كانت مع موسى راح الجيل هذا جاء جيل العبرانيين ولما جاء الجيل العبرانيين وسادوا في الأرض وأصبحوا وكذا كذا لآخره بعدين جاء الجيل الجيل اللي بالثالث قضى على دولتهم وانتهت دولتهم فإسرائيل ما يتجاوزون الثمانين سنة فهم بدأوا بسبعة واربعين يعني قوتهم ينتهون في 2027 تنتهي ثمانين سنة هذه ويقفضون كل واحد يروح للبلد اللي جاء منه هذا كانت تفسير الشيخ أحمد ياسين مو بسع العبدوهاب المسير رحمة الله عليه كان يتكلم عن خلال العشرين سنة القادمة راح تنتهي إسرائيل كل الشيوخ والمفكرين الاستراتيجيين كانوا يقولون أن فعلا إسرائيل ستزول خلال هذا أنا كنت يعني بشهر ثمانية بشهر ثمانية يعني قبل شمس نحن بشارحين بشهر نحن بشهر دعش يعني قبل ثلاثة شهر أو أربعة شهر كتبت تغريدة بأن الحرب القادمة بين إسرائيل وبين حماس ستحتل حماس عسقلان اتصل عليه واحد من أخواني قال لي يا ناصر شون تقول كلام هذا حماس تحتل عسقلان قلت والله سيحتلوا العسقلان قال لي ليش ليش يحتلوا العسقلان قلت هذه هذه طبيعة طبيعة دورة الحرب تديه أنا قرارة العسكري أعرف صفحة الصراع الآن توازنت بيننا وبين الإسرائيليين أصبحنا نحن موجودين في على الأرض ومعانا سلاحنا ومعانا قوتنا ومدربين نفسنا وهذول يقعدين على الأرض أول كان هذول يهجمون علينا بس ما ثلاث مرات هجموا على حماس ما قدروا الآن هذا واقف وهذا واقف هذا رح يهجم والتقيت في في خالد مشعل بالعربي في شهر ثمانية أو شهر تسعة وطبعا خالد زميل دراسة كان معانا هنا في جامعة الكويت وحنا لما كنا في الجامعة وكنا أيام الاتحاد وقصة طويلة معاه ف وأزوره لما حتى لما كان في سوريا كنت أزوره يعني كل سنة أروح لها مرة يعني كل سنتين أزورها مرة هذه اللوحة اللي وراي هذه هدية من خالد مشعل أهدان إياها سنة ألفين أهدان إياها لما كان في دمشق وهذه الصورة الوحيدة اللي في دوانيتي هذه مجسم المسجد الأقصى أهدان إياه خالد مشعل سنة ألفين وواحد ألفين واثنين تقريباً شديد يعني في المحارة هذه فزرت خالد مشعل يعني في شهر تسعة أو شهر ثمانية قلت يا خالد الصراع وقف والآن يعني فلسطين ما رح تحرر من الدول الخليجة العربية الدول العربية فلسطين ما رح حررون العرب أنتم رح تحررون فلسطين قال نحن سنحرر فلسطين تخلي حط ببالك الكلام هذا خاف أنك تتفكر أنك تبي من الجيوش العربية قال لا 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 الفلسطينيين هم اللي حررون بلدهم قلنا خلص هيك مش هيتوا على الطريق الصحي قلت بس يا خالد أنتم الآن وصلتم إلى مرحلة يعني تواز الرعب بينكم وبين إسرائيل في المرحلة القادمة أنتم لازم تهاجمون أنتم لازم تبادلون فضحك ضحك صفراء فقال لي يعني إذا كان لازم نهاجم بدنا نهاجم أنا ما كنت أعرف أنه عنده يعني خبر وهو نفسه ما يعرف متى الموعد لكن تنظر لها منظور عسكري أنا أنظر لها منظور استراتيجي وهو لما لما قلت لك يضحك عليها يضحك يعني من يجبت لي ناصر الكلام هذا بس يضحك هو عارف القرار المتخذ في قيادة حماس قيادة حماس مخني قرار أنه بشهر عشرة الفين وثلاثة وعشرين راح يبدأ هجومهم كل اللي سووه بالخلال ثلاث سنوات الماضية كان كل اللي سووه عبارة عن يعني تحضير لهالوقت هذا فخالد مشعل يعرف أنه سيكون لهم هجوم بس متى الهجوم ما يعرف وكثير من القيادات حماس ما تعرف اللي اتخذ القرار قرار توقيت الهجوم هو أبو خالد الضيف فالضيف قائد حماس قائد والعسكري الحماس هو اللي اتخذ القرار هو اللي حدد ومززمرة بسيطة جدا من حماس اللي داخل الضفة طيب ليش طلعوا سماعي الهنية رئيس حماس رئيس المكتب السياسي طلع قبل شهرين كان خلال الشهرين هذي يروح يعني يجمع يحشد التأييد ويحشد المواقف السياسية ويألف وحاول قد ما تقدر بس هو حتى اسمعي الهنية ما يعرف ساعة الصفر ما يعرف متى رح تبدأ ساعة الصفر ولا أحد يعرف ساعة الصفر لذلك اسرائيل تفاجأت أمريكا تفاجأت دول العالم كلها تفاجأوا بساعة الصفر وهذا الفن هذا الفن ويدل على انهم وصلوا مرحلة عالية جدا من التخطيط أصلا لما تشوف كلام خاد الضيف وكلام أبو عبيدة عن تخطيل تخطيل العملية هذه تعرف أن عندهم ضباط ركن ضباط ركن يعني مستواهم الآن مستوى احترافي هيئة ركن محترفة مو هو مو ثورتشية مثل الفتحاوية اللي لا عندهم يعني عمل منظم ولا جيش ولا ميحزنون عندهم عصابات وميليشيات وكلام فاضي لا الكلام اللي هم قالوا تخطيط اللي هم سووا تخطيط هاي أتركهم صحيح ولا حد يدري عنه ايران اللي أكبر داعم لهم ما تعرف حزب الله توهق بل عموس ما يدرش يسوي صار يروح يرد ما يدرش يقول قلنا بعد بعد يومين وبعد ثات ايام رح أخطب لكم خطاب ثات ايام ليش أخطب خطاب وخلص يعني تظهر أوامر من ايران وشونه ايران وكذا واستدعوا اسماعيل هنية طهران قال يا اسماعيل ما نقدر انت ورطنا دا شيء حرب أنا ما نقدر كحنا رايحين بالحرب تقدروا ما تقدروا كيفكم أنا رايح بالحرب هذه أنا لازم أسوي الحرب هذه مصلحتي الوطنية أني أسوي الحرب هذه فسوى الحرب بإرادة خالصة إرادة فلسطينية خالصة الآن بإذن الله تعالى خلال عشرة أيام القادمة إذا زادت حماس في وطيرة الإصابات في الجيش الإسرائيلي راح يوقف قصباً لنا نتنياهو يستقيل يستقل نتنياهو ومجموعة هذه كلها تستقيل خلاص لأنه فشلوا فشلوا في اكتشاف نية حماس فشلوا في حماية الشعب الإسرائيلي وفشلوا في مهمة العسكرية وأصبحوا استمرارهم عبارة عن قتل قتل في الجنود الإسرائيليين والحمساويين أبطال أبطال يجيل يدش عليهم يدش على الدباب ويحط القنبلة على الدباب ويمشي ويفجرها تنفجر الدباب عشر متار من الدبابة بطل هذا يجيل جسارة رهيبة الآن بإذن الله تعالى إذا اليوم اليوم الأخبار جداً مفرحة جداً جميلة إذا استمرت وطيرة حماس في إيقاع الخسائر بالعدو بنفس وطيرة اليوم ما رح يطولون عشر تهيام ليه يوقفون ورح تسمع بعدين خلاص هدنة إنسانية هدنة إنسانية والتحول هذه الهدنة الإنسانية إلى مفاوضات لتغير يعني هدف الحرب من إزاحة حماس إلى مخلاص إلى حصل الله ينطلق هم من الفتنة هنا ما عادي بهوش ولا عادي بشيء بس خلصونا فكونا نفك منكم هذه اللي أعتقد اللي ممكن تصير وعسى الله عز وجل ينصرهم أبو علي لاحظنا أو سمعنا أخبار في محاولة اغتيال بمحمود عباس من يغتال محمود عباس محمود عباس مو عند شعبة عند الإسرائيليين والإسرائيليين يعبدونا عطينا بوذا يعبدونا نعم 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 أبي موقف مصر من هذه حرب والانتزامها أو موقفها اللي منتزم الحياة إلى الآن لا مو حياة مصر تقف في الموقف الإسرائيلي مصر موقفها متسق مع الموقف الإسرائيلي ضباط إسرائيليين على الحدود المصرية يفتشون للشحنات اللي يسمحون لها الدخول إلى غزة هذا موقف إسرائيلي حتى الأردن الأردن متفقين في موقف إسرائيلي أنه فيه سلام بيني وبينك ما يدش أحد وتحمي حدودي ونحمي حدودك وخلاص فهذا الموقف فيه اتفاقية بينهم بين إسرائيل وهذا الاتفاقية أن مصر ما تدخل أي شيء إلا يعني بإذن من إسرائيل المواد اللي يدش بغزة كمياتها ويحاجمها عن طريق إسرائيل وعن طريق مصر المساعدات الكويتية لغاثة الكويتية لا واكفة العريش زين وحنا المساعدات نحن عارف إيش ندز نحن عارف إيش ندز نحن قاعد ندز مواد طبية وخيام ما خيام فهذه يعني ما هي مواد عسكرية تستخدمها يعني حماس في دعمنا الحماس يعني دعم حقيقي يعني أذكر اتصل فيني خاد مشعل وقال لي يا أبو علي أنا صار لي شهرين أحاول أتصل في شيخ صباح ما أنا قادر أحصل موعد معاه قلت لهذا رقم الشيخ صباح الشخصي روح اتصل على الشيخ صباح يكلمك شرط يكلمك على طول فاتصل على الشيخ صباح يقول والله يا ناصر اتصلت على بيت بيت الشيخ صباح يقول خلال نص دقيقة رد عليه الشيخ صباح نص دقيقة رد عليه الشيخ صباح قال يا خالد أنت وينك أنا صار لمدة ما شفتك ولا جيتني قال يا أبو ناصر أنا حاولت تصلي شهرين أطربت مقابلتك ما حد رد عليه قال تعالي بكرة كان في رمضان أفطر عندي بكرة برمضان خلف طورك عندي بكرة جاء خالد مش على حق الشيخ صباح وقال يا أبو ناصر أن غزة تعاني من نغص في الوقود ونغص كان نبي عشر ملايين دينار قال يا أخصار يا خالد صار لك الحين تقريبا ثلاثة شهر ما شفتك وتجي خذ خمسين مليون بعدين عدزي احتياجاتك شم تبي رحمة الله لهذه سنة شم يمكن يعني ألفين ألفين وثمانية ألفين وتسعة ألفين وعشرة والله ما أذكر مش كلتي ذاكرت التدي فشيخ صباح كان داعم لحماس داعم شخصي الحماس شيخ صباح مؤمن أن حماس هي الخط الدفاع الأول عن العرب كلهم نظرية الشيخ صباح أن بقاء غزة قوية في وجه الإسرائيليين أمن للكويت الشيخ صباح يعني نظرته استراتيجية واضحة في يناير 2009 يقول لي الخطر الأول على الكويت إسرائيل وليس إيران وليس العراق شخص إسرائيل لنا قال راح ما يوقفون لفرس السالمية ديروا بالكم فالنظرية الشيخ صباح نظرية وافتاقبة جدا في أن حماس هي خط الدفاع الأول عن الأمة العربية كلها لذلك كان يدعمها بالسر بالعلن الله يرغم الشيخ صباح ما تحصل مقذب منها يدعم المقاومة الفلسطينية بالسر بالعلن وكان يعني دائما يرحب فيهم وكانوا إذا يبغوا شيء الفلسطينيين من العالم كله يستعنون بالشيخ صباح داهية من الدواهي رحمة الله عليه داهية من الدواهي كان يعني داعم داعم حقيقي والشعب الكويتي كله داعم يعني الفيديو اللي طلع قبل شميون إن الكويتيين كانوا يهربون إسلاح الفلسطين من 1920 من 1920 يعني قبل مئة سنة قبل مئة سنة والكويتيين يدفعون الأسلحة للثوار في الفلسطين لمقاومة العصابات الصيونية ومقاومة الاستعمار البريطاني وين تريحي؟ بريطانيا حاصرت الكويت بسبب تهريب الأسلحة إلى فلسطين وبريطانيا عاقبت الشيخ مبارك الصباح بسبب أنه تتهم أنه أكبر مهرر بسلاح الفلسطين مبارك الصباح اللي هو وقع التفاقية مع البريطانيين تفاقية الحماية وكانوا يكتبون البريطانيين في تقاريرهم أن مبارك الصباح وأبناء غير مخلصين الاتفاقية البريطانية الكويتية وينهم يخلون وهربون أسلحة حق فلسطين حرب فلسطين من حقه يحربون الانتداب البريطاني فقصتنا مع فلسطين قصة أصيلة ويجب على الشعب الكويتي والحكومة الكويتية وأسرة الحكم بالكويت أن تتمسك بهذا التراث هذا التراث محفوظ لنا في الأجيال القادمة بعد ألف سنة سيذكر التاريخ أنه كان في دولة اسمها الكويت تدعم فلسطين وتدعم مقاومة الفلسطينيين من دون أي يعني مواربة أو من دون أي مصلحة للكويت إلا الموقف القومي أيام دول الله يكافين شرها وماكو دولة يعني تستمر ألف عام حين الآن صارنا كدولة بحكم الصباح أكثر من 280 سنة وكدولة كويت أو كمجموعة يعني كمدينة الكويت ومنطقة الكويت أكثر من 500 سنة فحين ما الله العالم متى شكد نبقى لكن سيبقى التاريخ يذكر لأسرة الحكم أسرة الصباح والشعب الكويتي وحكومة الكويتية والبرلمان الكويتي بأنهم ناس وقفوا موقف تاريخي لا غبارة فيه أطلاقا من دعم فلسطين والأقصى والدفاع عن حرمات المسلمين هذا شيء تاريخي يجب أن نحافظ علينا والله منصر المسلمين إن شاء الله في كل مكان لكن نرجع على مصر أبو علي هل في أدوات ضغط إلى الآن ما استخدمتها مصر لا مصر عندها خيار استراتيجي السلام مع إسرائيل ويعني التزام بكل أمانة في اتفاقيات مع إسرائيل خلاص مصر لا تحسبونا من ضمن معادلة القوة العربية تجاه إسرائيل أبدا هل هذا يعني حافظ على أن لا يستغن عن قناة السويس لا لا يعني خلاص يعني مصر من أيام السادات وقع اتفاقيات كام ديفيد وتحول من دولة مقاومة للعدو الصهيون إلى دولة مسالمة ومطبعة معا خلاص فما في يعني في معادلة القوة مصر خارجي معادلة القوة في الصراع العربي الإسرائيلي إذن روسيا والصين موقفهم أسكريا بتدخلون ما رحبهم احنا يجب أن نستغل هم ما رحبهم يعني احنا يجب أن نستغل الظرف هذه روسيا الصين تعرف أن المرحلة القادمة عليها وأن تصفت الغضية الفلسطينية ودخول إسرائيل في منطقة الخليج واحتلال منابع النفط وراح يكون شريان شريان الصين رح ينتهي المشكلة المشكلة يعني العالم أو هم ودول الخليج أن التقارب مع الهند سيؤدي إلى أمان للخليج الهند ممكن تحتل الخليج كله الهند ممكن تحتل الخليج عن الصين يعني أساسي فالهند وإسرائيل وإسرائيل تأخذ الجزء الشمالي من الجزيرة العربية والهند تأخذ الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية ها والمعركة القادمة رح تكون بين الدول أوروبا الدول السبع الكبرى ومع استراليا ضد الصين هذه قصة ثانية فحنا رح نضيع بين يعني بين رجولهم نسأل الله عز وجل نبصر حكامنا نسأل الله نبصر حكامنا يعرفون الأزمة هذه نحن ما ندخل فيها بين الصين وأمريكا والهند الهند عدو ما هو صديق يعني فبالتالي إبعاد هل الرأس المدبر هي بريطانيا التي تسيطر على الهند وتسيطر على أمريكا وتسيطر على لا الرأس المدبر أمريكا الرأس المدبر أمريكا لهذه الخطط كلها أبو علي كلها أمريكا أمريكا هي الأساس هذه نظرية المسونية العالمية وفكر السيطرة على الحالم وقصة هذه كلها هي تنتج في أمريكا فأمريكا هي اللي ضعس الشر كلها يعني قرن الشيطان أمريكا وهذا الأمر يضايق روس وصيني الروس يعني الروس إلى حد الآن الرؤية بالنسبة لهم يعني غير واضحة بالنسبة بالنسبة لإسرائيل هم يعتقدون أن إسرائيل كذلك يتأمن لهم يعني خبوط العرب أو خضوع العرب لهم يعني إذا ما في إسرائيل العرب ما يخضعون لا الأمريكا ولا الروسي فهو مصلحة أن تبقى إسرائيل موجودة الروسي الروسي طبعا فإحنا ما لعبنا على اللعبة هذه العهم يعني يعني الشيء اللي 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 إحنا لازم نهتم فيه يجب أن ننقوّل جناح اللي هو التركي الباكستاني يعني نقوّل جناح التركي الباكستاني مع العرب حتى نكون في مواجهة الهند لو أرادت يعني تغزو على الخليج مواجهة إسرائيل ومواجهة إيران ونكون بشكل أقوى وأحسن من أن نكون الآن خاضعين لإسرائيل يعني تخيل أنت الخيارات عندهم أما تصرون أحرار وتتفقون مع تركيا وباكستان أو تصرون عبيد وتحتلكهم إسرائيل زي الغزو تجارياً أم لا عسكرياً عسكري 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 ماكوها التجارة هذه تحت هذه سلطات هالحرب التجارية هاي سلطات في النهاية ما يؤمنوا غير بشوفتوا بعين تخطيط المنطقة أصبح قزو تجاري يعني بدخل من هنا والصين بتتخل من هناك والهندية بتتخل من هناك هذه قلت لك مقبلات في النهاية السيطرة الحقيقية الناس الجيوش تمشي تنزل الجيوش لازم تصير حرب الحرب لازم تصير ما في كلام يعني مما أقوله أنك أنت يعني تبتعيش في وهم من دون قوة تبتسلم أمرك لإسرائيل وهذا مصيبة إسرائيل يحد يؤمن فيها أي إسرائيل يجيك يا عدو إسرائيل 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 لأن بوالي يعني جيل التسعينات والثمانينات أصبح يعني يؤمن في أو تقبل وجود إسرائيل في المنطقة لا مصحيح إحنا عشنا طول عمرنا إن إسرائيل عدونا الأول أبدا سنتكلم على الجيل الثمانينات والتسعينات بذلك الثمانينات والتسعينات في الدول العربية يتقبلون إحنا بالكويت لا أنا عيالي كل صبح يجوني الصبح يمرون علي الصبح في الصالة أو أحفادي يروحون المدرسة حطين الشاح الفلسطيني وينشدون كل واحد ينشد له نشيدة عن فلسطين بعدين يروح يركب سيارته ويروح مع السائق فإحنا جيل إحنا شعب إحنا بالكويت مؤمنين إيمان كامل إن حربنا مع إسرائيل هي الحرب الأساسية الأولى خط الدفاع الأول هي غزة حط الدفاع الأول هي المسجد الأغصى يجي ما يطيح يبقى الدول العربية الثانية شون استفادوا من إسرائيل أكو دولة طبعت مع إسرائيل واستفادت أنت في خاطرك كلام شون سوي لو نتكلم كل ما شبت علينا المحاكم لس الله ألا والله أحيانا حولوا لقوة الله نال الله وناليها قيدنا غانونية قيدنا واجد قيدنا تقييد شديد ما كانت الكويت شريح لا حكا لا حولوا لقوة الله نبي آلية تحرير فلسطين شنو الآلية إحنا الآن رأينا أن القيود الدولية على الأصدقاء تمنعهم من نجدتك فتركيا وهي أكثر الأصدقاء خلاص القضية هذه ما قدرت يعني تكون في مستوى الحدث اللي حنا نتكلم فيه ومقيدة تقييد كبير أنا أعتقد أنه يجب أنه نلجأ إلى الأسلوب اللي أسبقونهم فيه أنه ننشئ يعني ميليشيات مثل مثل فاقنر ومثل بلاك ووتر ومثل كذا شركات أمنية شركات أمنية هذه تجمع متطوعين مو مرتزخة متطوعين لتحرير فلسطين وهذه الشركات الأمنية بعيدة ما هي تابعة لحق أي حكومة من الحكومات تأخذ لها يعني مكان في أرض الله الواسعة زين ولها شركة شركة عادية هي فيها متطوعين تقدم خدمات أمنية أي دولة تبي خدمات أمنية نعطيها خدمات أمنية يعطونا خدمات أمنية هذه المتطوعين يكونون عندهم مؤهلين كأطقم دبابات ومؤهلين كأطقم مدفعية مؤهلين كأطقم يعني رادارات ودفاع جوي وإذا صارت أي حرب ثانية يستخدمون غنايم الجيش الإسرائيلي إسرائيليين حمير راح يسلمون راح يسلمون اخذوها مني الإسرائيليين شفتوهم أنتوا بي سبعة أكتور فالجيش هذا اللي يكون متدرب وجاهز يكون متدرب وجاهز على أنظمة شبيهة بالأنظمة اللي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ثاني يوم راح يكون يشغل إسرائيل كلها بأنظمتهم فالشركات الشركات الأمنية هذه اللي ممكن تكون تدافع عن دول صغيرة مثل كويت ومثل كطر تحميلها وتزيد على حمايتها وممكن تكون مشاركة في عملية تحرير فلسطين عبر أن يكون الأطقم اللي معاها مدربة على السلاح الثقيل والتقنيات الحديثة إذا ملك العرب سلاح مضاد للطائرات إسرائيل تسلم ما تسلم تروح خاصة واحد شيء لغراضة ويمشي أول واحد نتنياهو تلقى شيء لغراضة وعليه وزن زايد يدفعونها عنه ويمشي ترى يعني مرتبا قدت الزولية مالت الفندق مرت نتنياهو سكنوها في في أمريكا سكنوها في مكان في الفندق وكذا ولما راح تشال طوة الزولية وخذتها معها إسرائيل هذه الآلية من وجهة نظر أنا أعتقد إيه يعني الآن يجب أن نستعد لتحريف فلسطين خلاص فلسطين يعني خلال ثلاث سنوات تتحرر خلاص ما عد فيه إسرائيل فلسطين خلال ثلاث سنوات أربع سنوات تتحرر الله إن شاء الله والسلاح المضاد الطيرات هو السلاح المفتاح السري اللي ينهي إسرائيل سلاح الطيران مضاد الطيران بس تملك يملكون القوة غزة بس تملك مضاد الطيران تنهي إسرائيل خلاص ما تصير حرب كل واحد يروح بيتهم شلو نقشهم كل واحد يشل قشهم طيك العافية ساعة مباركة أهلا وسلم نبي كلمة أخيرة أتمنى من الله عز وجل إن يعني المسلمين يؤمنون بأن الصراع مع مع إسرائيل صراع وجودي وأن الحرب اللي تخوضها الآن غزة هي حرب عن كل الأمة وعن كل دولة عربية ودولة إسلامية وأن غزة ستنتصر بإذن الله تعالى لا تعتقدون أبدا أن الله عز وجل غير قادر على نصرهم وذين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير هذه الحرب فرزت المجتمع إلى كافر مسلم ومنافق كلهم شفناهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا هرورا ناس اللي ما فيهم إيمان يعني يعتقدون أن النصر بعيد لا أن نصر قريب جدا ولا أن نصر الله قريب بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى شكرا لك أبو أيلين حياك الله شكرا لكم في الختام صلى الله عليه وسلم